ضمن فعالياتها لتذليل العقبات التي تقف عائقا أمام تنفيذ مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية فقد عقدت جامعة سامراء ندوة علمية تهدف إلى طرح الآراء والأفكار للمشاريع التي يجب أن تكون حاضرة في بناء المشروع الكبير والذي طال انتظاره من قبل مثقفي سامراء وجميع نخبها المشاركون في المؤتمر أكدوا وجود بعض المعوقات الرئيسية تتمثل بالمبالغ المالية المخصصة في الموازنة والمشاريع السابقة لمحافظة صلاح الدين اليوم كانت لنا دعوة من الدكتور صباح علاوي حول مشروع سامراء عاصمة الحضارة العراقية لكن اليوم كانت هي عبارة عن أفكار فقط أفكار لمشاريع مقدمة من النخبة من المثقفين من الكوادر التربوية من منظمات المجتمع المدني حول يعني حول عمل حول أفكار والمشاريع التي ستطرح في هذه لكن إلى الآن هي عبارة عن كلام ولم ينفذ ننتظر هذا الشهر إن شاء الله أنه هذه الأفكار تتحول إلى عمل على أرض الواقع من خلال المشاريع المقدمة أكيد كانت هذه اعتبرناها نحن جلسة ديمقراطية لمشاركة الجميع بالأفكار فكانت له جدا قبول على جميع المقترحات وقال سوف نناقشها إن شاء الله وسوف تكون هناك جلسات أخرى للعمل المؤتمر جدد الدعوة إلى ضرورة تفعيل قرارات الحكومة الخاصة بهذا الشأن فمدينة سامراء تستحق الكثير لما تحتويه من معالم حضارية ودينية وأرثها العمراني نهيك عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضت لها مدينة سامراء رغم إدراجها ضمن الآثار العالمية في اليونسكو اليوم وبحضور مجموعة كبيرة مثقفة من مدينة سامراء تمت مناقشة مشاريع لهذه المدينة بخصوص سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية نحتاج إلى فترة حدوث خمس شهر لإكمال هذه المشاريع لأن السنة المالية ستنتهي نحتاج إلى مشاريع سريعة جدا مشاريع خاصة في مدينة الملوية والملوية نفسها تحتاج إلى مشاريع تطوير الملوية عبارة عن صحراقة تحتاج إلى مناطق للجلوس للوقوف للحدائق محتاجها مسرح صيفي محتاجها مسرح طفل نحتاج باناراما نحتاج ممكن أن نسوا باناراما لمعركة عمورية موقعات عمورية ممكن مشاريع مسرح طفل ممكن مشاريع كثيرة نحتاجها في مدينة سامراء تطويرها محتاج إلى أفكار ونقاشات من كافة أفراد المجتمع في سامراء محتاجين المهندس محتاجين الفنان محتاجين الطبيب محتاجين كل من في هذه المدينة إن المرحلة الحالية وحسب ما يراه مراقبون تهدف إلى انتزاع الصمت وكسر حاجز الانتظار الذي دام أكثر من عامين للمساهمة بتطوير واقع حال في صلاح الدين وقضاء سامراء والأماكن الدينية والآثارية وإن يكون إعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وفق الأطر القانونية المقرة بمجلس النواب حسب القانون المشرع في الدورة السابقة المؤتمر جاء برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لسامراء عاصمة الحضارة الإسلامية رئيس جامعة سامراء والتي عقدت بدورها عدة لقاءات مع مسؤولي الحضرة العسكرية وبعض الجهات المختصة واتفق الجميع على دعم اللجنة المراقبون تحدثوا عن لعب دور مهم لتحريك يد الحكومة لإطلاق المخصصات المالية للمشروع حسب التزاماتها نحو سامراء لافتين إلى إن المبلغ لا يتجاوز التسعين ألف يورو الذي يجب أن تكون ملتزمة به أمام اليونسكو ترجمة نانسي قنقر